بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وأحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الكرام ذكر الله تعالى لنا قصة والقصة فيها عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء هذه القصة لقوم يقال لهم أصحاب السبت أصحاب السبت أصحاب السبتان إلى قاع البحر ولا يستطيعون الصيد إلا بشق الأنفس فقال أحد مغفليهم لبعضهم لماذا لا نضع الشباكة يوم الجمعة ونرفعها يوم الأحد بهذا لم نصد يوم السبت وهذا المغفل نسي أنه يتعامل مع من؟ مع الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لما فعلوا ذلك جاء الناصحون إليهم وذكروهم بالله عز وجل وخوفوهم من مغبة فعلهم هذا وقال إن فعلكم هذا إنما هو حيل تحتلون على من؟ فلم يستجيبوا بل من العجيب لما جاء الناصحون إلى هؤلاء الذين عصوا الله تعالى أنكروا عليهم وقالوا لهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم طيب إذا أنت لم تنصح هؤلاء الناس ولم تذكرهم بالله عز وجل لماذا تنكر على الناصحين دع هؤلاء وهؤلاء إذا أنت ساكت أسكت عن الطائفتين الطائفة التي وقعت في المعصية والطائفة التي أنكرت على تلك الفئة الباغية وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس أنهم ينكرون على من ينكر على الناس إذا كانت النصيحة برفق ولين وكلمة طيبة وابتسامة جميلة مع دعوات طيبة ما المانع أن يتناصح الناس فيما بينهم ولذلك لما لم يستجب هؤلاء العصات للناصحين نزلت العقوبة عليهم يقول الله تعالى وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ أُهْلِكُونَ هذه الفئة التي أنكرت على الناصحين وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُونَ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا رَدُّوا عَلَيْهُمُ النَّاصُحِينَ وَقَالُوا لَهُمْ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ نحن نعتذر إلى الله عز وجل بنصح هؤلاء يوم أن ألقى الله عز وجل فيسألني ربي يا فلان رأيت العاصي هل نصحته تقول لا يا رب خشيت الناس فيقول لك الله إياي أحق أن تخشى إياي أحق أن تخشى قالوا معذرة إلى ربكم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لعل هؤلاء العصات وكلنا ذلك العاصي أن يرجع وأن يتوب وأن ينيب إلى ربه عز وجل لعل هذه النصيحة تقع في وقت مناسب فتؤثر على قلبه وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُونَ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُونَ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ لما نزلت العقوبة على تلك القرية أنجل الله تعالى الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وعذب الله تعالى أولئك العصات بعذاب بئيس لماذا يا رب بما كانوا يفسقون نجاتنا نجاتنا بأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر يقول الله تعالى فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُنُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمُ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ تأمل مصلحون ولم يقل صالحون ولم يقل مؤمنون بل كانوا مصلحين يأمرون بالخير وينهون عن الشر هذا هو عنوان عنوان الصلاح والإصلاح إصلاح في الدنيا وإصلاح في الأخرى أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأستودعكم الله على أمر اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة